تمكنت الفرقة المتنقلة لأقسام الجمارك في الواضي أثناء دورية عادية بين بلديتين النخلة ودوار الماء الحدودية مع دولتين تونس وليبيا من اكتشاف مخبأ كانت به سلع مهيئة للتهريب بعد التفتيش وجمع البضاعة ونقلها إلى مقر الجمارك إذن العملية أسفلت عن حجز أكثر من 28 ألف وحدة من المفرقعات إلى إرهابية طرق تلقي شخص مصرعه على مستوى طريق الوطني رقم ثلاثة بالقرب من بلدية عين مناز بعد انحرف مركبة من نوع طيوتا وقد تدخلت أعوان الحماية المدنية لنقل الجثة للمؤسسة العمومية بذات المنطقة في حين فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة تفاصيل هذا الحادث المميت وقد أكدت مصادر أن أسباب الحادث يعود لوضعية الطريق الكارثية إلى شرق الوطن وبعد الهجرة الجماعية لسكان أجبر على مغادرة منازلهم خلال العشرية سوداء تعود الحياة مجددا بمنطقة قروش في جيش البعض شروعية سلطات في تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإعادة تهيئتها أيمان عبد الرحيم ونجم بكرش في هذا التقرير منطقة قروش بأعالي العوانة في جيجل من المناطق الجبلية التي تزخر بطابعها الفلاحي والرعوي قبل الهجرة الجماعية لسكانها الذين أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الوضع الأمني حجلوا لا طريق وتريسيتيك وشوية كل الأمن رانا الحمد لله رانا نقول لك رانا نشوف 97% يعني الحمد لله رانا نطلعون الخدموا الحمد لله مع شروع السلطات المحلية في إعادة تهيئة وفتح الطرق والمسالك الجبلية من جهة وعودت لاستقرار الأمني بشكل شبه كلي من جهة أخرى سيصمح مستقبلا بإعادة الحياة مجددا لهذه المنطقة في الشطر الأول كنا خدمنا طريق اللي كان مكسر تماما على 10 كيلومتر القيمة المالية تعملتنا 13 مليار سنتين وإن شاء الله سنقريب سنفتح الطريق الولائي 37 با في جزء كبير منه بقى 10 كيلومتر تقريبا ندير تحسينات ونفتح المواطنين باش نسهل الحركة تبقى منطقات قروش بمناظرها الطبيعية الخلابة التي قد تجعله منها مكانا في أحيا بامتياز لاستقطاب السياح مرهونا بمدى تجسيدي هذه المشاريع على عرض الواقع فلاحيا سجل صندوق الوطن لتأمينات الفلاحية بولاية غرزان خلال الثلاثة سنوات الأخيرة تعوذات لخسائر الفلاحين قدرت ب3000 مليار سنتين وهذا ما يؤكد حرص صندوق على تأمين الفلاحي والتعوذات الفلاحية التي لها دور في أرقيب الإنتاج الفلاحي كما تم وضع منتجات جديدة لتأمين تخص التأمين على المحاصيل المسقية وتربية المواشي وكذا تربية المائيات وفق ما سطرته وزارة الفلاحة مع الصندوق الوطني لتأمينات الفلاحية حمزة سروقي سنوات الأخيرة الصندوق عود أكثر من 3000 مليار سنتين وخاصة من ضد الكوارث الطبيعية المجهة للفلاحين بالليل التعويض هذا أهم والمصدقية التأمين هو التعويض هذا هو اللي رأيه يعطينا قوة كبيرة في الميدان ومع الفلاحين درنا منتجات جديدة في التأمينات على الأبقار والمواشي وفي الصيد درنا منتجات تأمينية وفي اللي رأيهم يديروا الالفاجة الوطني والاكوار كولتور هذا تاني حاجة مهمة ودخلها في سياسة برنامج للوزارة الفلاحة وتنمية الرفية دشن عبدالوهاب نوري وزير السياحة والصناعة التقليدية المركبة السياحية الغزالة دهبيبي الوادي أن التقى بالمسؤوليين على المركب على رأسهم رجل الأعمال الجيلاني مهري حيث وصنف وزير السياحة المركبة برتبة خمس نجوم واعتبره مفخرة للجزائر ككل عبدالعالي رحمة وأحمد بوتاف رصداء التالي هذا المنتجع الكبير ما كان ليكون ممكنًا لولا تلك العزيمة القوية للأخ سجلال مهري الذي أتقدم إليه بجزيل الشكر وجميل العرفان وأتقدم إليه كذلك بالتهاني الخالصة أقدم لكم بهذه المناسبة قرار تصنيف هذا المركب السياحي بالخمس نجوم والذي يعتبر المنتجع الوحيد من نوعه على مستوى التراب الوطني كما قلنا وعلى همشي ندو الصحفية صرح وزير السياحة أن ملف تسهيل تأشير الاستقطاب أسواح الأجانب وتحفيزهم للدخول إلى الجزائر في إطار تشجيع السياحة على طاولة نقاش من كل من وزارة داخلية وزارة الخارجية ووزارة السياحة وسيقدم هذا المشروع قريباً للوزير الأول عبدالعلي رحمة وأحمد بوتاف تانية هناك فريق مشترك من وزارة الداخلية وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ووزارة الخارجية وهذا الفريق هذا يعمل حالياً على أساس إعداد برنامج وتقديم الحرول والاقتراحات لمعالي سيد الوزير الأول لاتخاذ القرار النهائي الذي من شأنه أن يصل بنا إلى تسهيل تسليم التأشيرات وخاصة وأن الموضوع حساس الموضوع بالغ الأهمية يعد نادي الفروسية بالبيض والأول من نوعه المهتم بتربية الخيول وتعليم فنون الفروسية إلى أن عرقيل كثيرة تعيق نشاط القائمين عليه سمعنا كثيراً بالبيضة عن نادي الفروس لركوب الخيل كأول مدرسة تهتم بهذا النوع من الرياضة بالولاية وصلنا إليه فوجدنا القائمين على المركز محملين بالهموم والمشاكل وصلنا إلى نادي الفروس لركوب الخيل لمدينة البيضة لم يكن بالأمر الهيين فالمسلك الوحيد المؤدي إليه مهترئاً ويصعب الوصول إليها لكن كنقول لك الأولية رغم الطريق الصعب المؤدي إلى المركز والله يقول لك من نجموش ندخل الوطن من ثم ويحسن العون طريقة غير صالحة للسير المشاكل التي يعانيها القائمون على المركز لم تمنع الأطفال من الإقبال عليه للتعلم والعائلات للفسحة والتفرج هذه الهواية هي الهواية المفضلة لدي كانوا مرسوا هجوتنا ووصل الخير للرسول نحن رغم سامعنا الشيخ عزدين الشيخ آمي الشيخ بكار رغم قاع معاونينا في هذا النادي النادي ما شاء الله مليح الأولاد يتعلموا هنا الفروسية المشكلة الواحدة هي الطريق طريق غير معبدة يعني من الصعب الوصول لهذا المكان نادي الفرص لركوب الخيل بالبيضة يستحق الدعم والتحفيز لالتجاهل والتهميش شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة